مشاهدي اليوم السابع أهلا بكم وتغطية فنية جديدة على تلفزيون اليوم السابع خلينا أقول لكم إن شرينة عبدالوهاب النهاردة أطلقت الرصاصة الأخيرة في علاقتها مع طلقها الفنان حسام حبيب فبعد شهور من اتهامات تم تداولها على المواقع الصحافية والسوشيال ميديا النهاردة شرينة عبدالوهاب بتؤكد كل تلك الاتهامات خلينا أقول لكم إيه أبرز الاتهامات اللي أكدتها شرينة عبدالوهاب النهاردة في تصريحات إعلامية أكدت فيها على مجموعة من النقاط أهمها أولا استغلال حسام حبيب لها ماديا مستغلا جماهريتها الكبيرة وكان بيطلب منها أرباح من شغلها مش بس كده دي شرينة كمان قالت إنها كانت بتصرف على بيت والدي حسام حبيب وقالت إن والدة حسام حبيب مع كل أغنية نكحة لها كانت بتقول إيش معنى إبني قالت كمان شرينة عبدالوهاب إن حسام حبيب هو اللي أصلها شعرها ولما نفت كل الاتهامات دي كانت عشان ترحموا من كلام الناس طبعا ده بحسب تصريحات شرينة عبدالوهاب ثالثا كمان أكدت إن حسام حبيب أشهر في وجهها السلاح وهددها وهدد بناتها بالقتل وده بيأكد الروايات اللي كانت بتتقال مع بداية أزمة حسام حبيب وشيرينة عبدالوهاب خلييني أسرد لكم تصريحات شرينة عبدالوهاب كما جاءت على لسانها شرينة عبدالوهاب قالت حسام سرق العربية من قدام البيت مستغلا تواجدي في الساحل الشمالي أنا خرجتي من الجوازة دي بالحصرة كمان وصفت حسام حبيب بإنه إنسان خطر ولازم تتعالج من آثاره الجانبية عليها طبعا إحنا بنتأسف على ترديد تلك الكلمات لكن لازم ننقل لحضراتكم تصريحات شرينة عبدالوهاب كما جاءت على لسانها تمام شرينة كمان قالت كنت متكفلة بمصاريف بيته الثاني وطبعا هي بتقصد بيت والد ووالدة حسام حبيب طول عمره ما بيشتغلش وأهله بصلي في كل حاجة لو عملت أغنية نجحة أم حتقول إيش معنا ابنه حسام حبيب عاطل بالورصة دي كلمات شرينة عبدالوهاب اللي بتتكلم فيها وبتكشف لأول مرة عن كواليس الخلاف بالهم كمان ردت شرينة على استغلال حسام حبيب لها ماديا وقالت حسام حبيب طلب عشرة بالمئة من أرباح شغلها كمان قالت إنها يعني أستاهل الضرب عشان تلعت قلت ما بياخدش مني فلوس أنا أسفل الناس عشان كدبت عليكم وحتعب عشان أرجع شرينة اللي ضيعتها وعلاقتي بحسام حبيب عمرها ما كانت علاقة حب أكدت كمان شرينة عبدالوهاب إنه كان السبب في قص شعرها بهذه الطريقة كل خناقة تحصل ما بيننا يحرق دمي لحد ما أمسك المكهنة وأحلق شعر وطلعت غنيت عشان بناتي ما يعتقدوش أو ما يتعقدوش عفواً وحسستهم إنه نيولوك مش بستعر من شكلي ولما رجعنا البعض تاني رجعوا البنات يشوفوا إنه بيتدخل في كل شيء وإنسان ما عندهوش شغل طبعاً بنأكد لحضراتكو إن دي تصريحات اللي خرجت من شرينة عبدالوهاب في تصريحات إعلامية النهاردة كمان أكدت شرين تهديد حسام حبيب ليها بالسلاح وقالت عيالي كانوا حيتدربوا بالرصاص قبلها بيومين قاعدين في القوضة طلع من الدرج علبة فيها رصاص راح مديني رصاصة وقال لي خدي دي مني هدية وده معناه إن حسام حبيب كان مبيت أمنية لتهديدها بأسلح أضافت شرين كمان قالت الحمد لله إني لسا عيشة وحزبي الله ونعم الوكيل احنا اطلقنا لما قصيت شعري وكان الطلاق في هذا الوقت طلاقا بائنا واللي حصل بعد ما هديت من الكارثة حسيت إن أنا مش قادرة أستغنى عنه وحاولت أديله فرصة تانية لكن كمان قالت خناءات فيها ضرب وسحلة على الأرض واشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها كمان قالت إن إحنا رجعنا فقلنا ندي فرصة تانية ولكن بشروط بناتي يروحوا بيت تاني وإحنا نشتغل لحد ما تتدت الوعود تتلاشى والمشاكل ترجع تاني وقالت كمان إن كان فيه قلة أدب بحسب وصف شرينة عبد الوهاب اللي بتحكي فيها كواليس خلافها مع طلقها الفنان حسان حبيب كمان قالت شرينة عبد الوهاب عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا ما بيحبهاش أنا غلطت في حق نفسي وكنت فاكرة إني بحافظ على بيتي لكن اكتشفت إنه ما كانش بيت كانت عشة فقران أو مصيضة أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيضة يأكل حتة جبنة دي طبعا تصريحات شرينة عبد الوهاب اللي كانت بتكشف فيها كواليس خلافها مع طلقها الفنان حسان حبيب كمان قالت شرينة عبد الوهاب كنت عيشة مع راجل مش بيشتغل ولا بيخرج ولا بيشوف أهله ولا أصحابه وكل همه حب الامتلاك ومع ذلك فضلت جمهو وهو لا يعرف إلا فكرة ما يعرفش غير فكرة حب الامتلاك سبرت لإني كنت بحاول أنجح أو أنجح الحب ده لكن ما كانش حب أنا بطبعي أكون خدامة الراجل اللي أعيش معه دي كانت تصريحات الفنانة شرينة عبد الوهاب لكن خلينا نرجع شوية الورى لبداية الأزمة بين شرين وحسام حبيب الأزمة بدأت بالتسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث في حوار صحفي عن علاقة شرين وابن حسام ورغبة ابنه في الزواج مرة أخرى وأنه متحكم في أموال شرين ووقتها علق حسام حبيب وقال أن هناك حملة ممنهجة ضد شرينة عبد الوهاب وكمان قال هناك من يرغب في تدمير شرين وهم أشخاص كانوا يعملون معها في الماضي ولكن بسبب مواقف العمل انتهت العلاقة بينهم في عام 2021 أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية عن انفصال شرين عبد الوهاب وحسام حبيب ثم أكدت شرين تلك الأنباء وقبلها قالت نضال الأحمدية أنها في مكالمة بينها وبين شرين أخبرتها بأنها لم تعد مستعبدة بعد انفصالها من حسام حبيب وكشفت الفنانة شرين عبد الوهاب في الوقت ده عن تفاصيل انفصالها عن حسام حبيب في لقاء مسجل وفي أول ظهور لشرين بعد انفصالها رسميا عن حسام حبيب كان في أو خلال إحياءها لخفل غنائي في أبو ظبن ظهر شرين بشكل فاجئ الجميع وهي قص شعر رأسها وقالت لجمهورها هتقبلوني بالشكل ده أنا كده فوقت توقع الجميع وقتها ان طالقها حسام حبيب هو من قام بفعل ذلك شرين حسمت الجدل خول عودتها لطالقها حسام حبيب من خلال بيان قالت فيه تؤكد الفنانة شرين عدم صحة الأخبار المتدولة في شأن حياتها الشخصية وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة وده قبل ما تؤكد النهاردة كل الاتهامات اللي ترددت خلال الفترة الماضية دي كانت تغطيتنا لعزمة شرين عبد الوهاب وحسام حبيب قدمها لكم باسم فهد تابعونا وتغطيات فنية جديدة لكل ما يحدث في الوسط الفني شكرا لكم